التقى وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياسا الذي وصل القاهرة في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات وأجرى الوزير جلسة محادثات مشتركة حول القضايا التي تهم البلدين من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن اللقاء يهدف لبحث سبل تدعيم العلاقات التنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين